ينضم إلينا مشاهدين محلل أول أسواق مالية في إيكوتي جروب ساركيس نيزار وسنتحدث عن تطورات العملات الأجنبية في ظل هذه الظروف أهلا وسهلا بك ساركيس صباح الخير صباح الخير ساركيس في البداية هل تطلعنا على آخر تحركات الدولار نرى أنه لا يزال مستقر عند مستويات مرتفعة مقابل سلة من العملات الأجنبية اليورو يواجه بعض الضغوطات ما هي المؤثرات المباشرة الآن على العملات برأيك صحيح يستقر الدولار الأمريكي قرب مستويات مرتفعة نسبيا مقابل سلة من العملات الرئيسية البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي بحسب مؤشرات مديري المشتريات أظهرت بأن الاقتصاد الأمريكي ما زال النمو فيه يتسارى حيث أن قطاع الصناعات التحويلية وكذلك قطاع الخدمات أظهرت بيانات أفضل مما كان متوقع في أوروبا على المقيد من ذلك رغم أن البيانات جاءت أفضل قليلا من متوقع لكنها أيضا أكدت بأن هناك طباطئ اقتصادي شمل القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو أما في بريطانيا فقد طباطئ قطاع الصناعات التحويلية رغم أن قطاع الخدمات أظهر تسارع هذه البيانات الاقتصادية تسببت في نظرة المتداولين إلى أن الفيدرال الأمريكي قد يكون أكثر سرعة من كل من بنك إنجلدرا المركزي وكذلك من البنك المركزي الأوروبي في رفعه للفائدة وهذا ما أبقى الدولار الأمريكي قوي أمام سلة العملات لكن تباين أدال العملات فعلى سبيل المثال انقفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملموس الجنيه الاسترديني شهد بعض الانخفاض لكن ما اعتذبه أما اليون الياباني فقد شهد انخفاض حاد حتى وصل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2015 في هذه البيانات الاقتصادية زادت من احتمالية رفع الفائدة في الفيدرال الأمريكي لكن بوثرة أبطأ في بنك إنجلدرا المركزي أما المركز الأوروبي فمن غير المتوقع أن يرفع الفائدة إلا خلال الرمع الرابع من هذه السنة فيما بين الياباني المركزي قد لا يرفع الفائدة على مدى هذه السنة كاملة بل ربما أيضا العام المقبض نعم يعني عندما نتحدث أسيويا هناك بعض الاستقرار إلى حد ما يعني عندما نتحدث عن التداولات هل برأيك هناك بعض المؤشرات المنتظرة هل هناك أي حالة من الترقب عندما نتحدث أيضا عن القرى العجوز بعد هذا الاجتماع لأنيتو مع جو بايدن هل هناك أي تحركات أو حتى أحيانا يعني إحباط إلى حد ما في المنطقة يؤثر على العملات بشكل مباشر بالفعل في منطقة اليورو شهدنا خلال أعوام 2015-2016 كيف كانت تأثر اليورو بشكل كبير جدا في العقوبات التي قرضت آنذاك على روسيا من الدول الغربية وحاليا من المعروف بأن منطقة اليورو بل الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل ليس بقليل على المعاملات التجارية مع روسيا بالتالي أي تزايد في التوترات الجيوسياسية قد ينعكس بالسلب على اليورو قد ينعكس أيضا بالسلب على الثقة في منطقة اليورو باعتبارها بأنها الجهة التي ربما ستكون أحد الجهات الأكثر تضررا بعد روسيا وأوكرانيا في هذه الأزمة إما بانتقالنا إلى آسيا لاحظ ما بأن الأسواق المالية بدأت تتابع موضوع مهم جدا وهو فروقات عوائل السندات فرق العائد ما بين الولايات المتحدة للسندات 10 سنوات واليابان على سبيل المثال ارتفع إلى 217 نقطة فهذا يدل بأن هناك تضفقات سيولة هائلة تتوجه من آسيا إلى الولايات المتحدة إن كان في سبيل الاتمار أو في سبيل الادخار في ظل توقعات رفع الفائدة فبالفعل هذا الأسبوع سنكون أولا مع أي تطورات تتقى بالأسواق المالية التي قد تعتسها أي تطورات بخصوص قضية التوترات الجيوسياسية أضيف على ذلك هذا الأسبوع بأننا بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل وهذه البيانات من المعروف بأن هذا تأثير ملموش على الأسواق المالية وتشير التوقعات بأن هذه البيانات قد تظهر انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.8% إلى 3.7% وإضافة حوالي 485 ألف وظيفة جديدة بالتالي الأسواق المالية هذا الأسبوع ستكون ما بين بيانات الوظائف وأي تطورات جيوسياسية في منطقة شرق أوروبا بالتأكيد بالحديث عن التطورات الجيوسياسية عندما نتحدث عن روسيا أيضا من جهة أخرى وبدأ التداولات والتعاملات في البورصة الروسية من جهة أخرى فهناك تصريحات روسية بأن يكون هناك تعاملات بالروبل من جهة الدول لسيما غير الصديقة فبرأيك كيف سيساهم ذلك باستقرار الروبل وكيف ترى حركته مقابل العملات الأخرى بداية يجب أن أشير بأن الروبل الروسي في موقف ضعيف جدا مقارنة في مستوياته قبل عدة أسر حيث يتم تداول الروبل الروسي بحسب آخر الإغلاقات عند 102 روبل للدولار الأمريكي الواحد لكن الروبل خلص من خسائره خلال الأسبوع الماضي أو على مدى الفترة الماضية حيث خلص من خسائره بعد توجه روسيا للمطالبة باستخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية كما أسمته في الدول الغير الصديقة بأي معاملات تجارية من تلك الدول أجبرت على أن تكون بالروبل الروسي وهذا ما أكثر الروبل الروسي بعض القوة لكن مرة أخرى يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الروبل الروسي ما زال في موقف ضعيف مقارنة بأسعار فرقه قبل عدة أسابيع أو عدة أشهر مما يظهر مدى الضغط ومدى التأثير السلبي الكبير للأزمة على الروبل الروسي بغم أنه يشهد بعض الارتفاع مع الإجراءات السياسية التي تخذت في روسيا في محاولات عديدة لدعم الروبل والتي أيضا شملت رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير جدا لتصل إلى 20% ساركيز نزار محلل أول أسواق مالية كويت جروب شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة